السؤال الآن هل النقاط الممثلة على الرسم البياني في الأسفل تمثل إكتران من أجل أن تمثل النقاط إكترانا يجب أن يكون لكل مدخل لهذا الإكتران قيمة واحدة فقط فإذا نظرنا هنا لقد تم تمثيل النقطة سالب 1 و 3 أي هذه النقطة سالب 1 و 3 وإذا افترضنا أن هذا هو محور السينات أي محور الـ X وسأفترض أنه محور إكتران الـ F fix لا أعلم الآن ما إذا كانت كذلك هذه النقطة تخبرنا إذا وضعنا سالب 1 في الإكتران فإنه سيعطينا القيمة 3 إذن تخبرنا أن الـ F لسالب 1 تساوي 3 إنه حتى الآن يبدو إكترانا عطتني سالب 1 يمثل على أنه 3 وبالتالي تكون القيمة مثلا الـ X تساوي 2 هي سالب 2 هذه النقطة 2 وسالب 2 تمثل إكترانا ثابتا إذا أعطيتني 2 فسقوم بتعيينه مع سالب 2 يبدو أن هذا كافيا دعونا نرى القيمة التالية هنا هذه النقطة 3 و 2 و مرة أخرى هذا يواضح أنه أنظر إذا أعطتني 3 في الإكتران فسيكون الناتج في الصندوق الأسود هو 2 معقول جدا لا يوجد سبب يفسد لما لا يمكن أن يكون هذا الإكتران حتى الآن ماذا لو ندخل 4 إلى الإكتران مثلا دعوني أقوم هذا بدلون الرجوعاني ماذا سيحدث إذا أدخلت 4 إلى هذا الإكتران إذن 4 هنا حسنا وفقا لهذه النقاط لدينا النقطتان تربطهما علاقة بأربعة حيث أنه يمكن تعيين على النقطة 4 و 5 وهذا يوضح أنه إذا أعطيتني 4 فسأعطيك 5 لكن أيضا يوضح أنه إذا أعطيتني 5 فيمكنني أن أعطيك سالب 1 لأن هذه النقطة 5 وسالب 1 هذا ليس إكترانا لا يمكن أن يكون إكتران إذا كانت بعض المدخلات في الإكتران ستعطينا قيمتان مختلفتان يمكنك أن ترى ذلك بوضوح وكاختبار بسيط لهذا فإن هذا لا يعد إكتران إنه ليس إكتران ترجمة نانسي قنقر